السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاز اللي انا جبته ده جماعة بعتقولي اعمال عليه ريفيو. الجهاز ده هوت لو انت في امريكا طبعا مش مصر ما بيحبوش ان الراجل يعني اللي بيشرف عليك يكون عنده واحد زي ده جهاز ليزر وبالاضافة الى انه الناس معظمها اللي بتاشتغل في البيوت الخشب او حتى البيوت الطوب بيبقى عندهم جهاز ليزر زي ده بيقسلك كل حاجة زمان كان جهاز الليزر بيبقى خط واحد الجودات دول دلوقتي بقى ستاشر خط ممكن تستخدمهم استخدامات اخرى. انا هعمل انبوكسنج دي للجهاز اللي انا جايبه او او هم بعتهولي بصراحة انا ما دفعت اجتمنه. اه بعتهولي اعمل عليه مراجعة او من الصين. الرابط هتلاقوه تحت السعر والحاجات ده هيجت ودايما بقول انت من ايني بلد تأكد من الفلوس اللي انت هتدفعها قبل ما تشتريها وخاصة في مصر عشان كل شركة شحك تحسب حسب دماغها. خلينا بقى نفتح الموضوع دهوت ونشوف في ايه. يلا بينا. خلينا نفتح بقى الشنطة ونشوف فيها ايه? الكارتونة دهيت. اه خلينا بس نجيب كده ايه? السكينة بتاعت اللحمة ده هيت. ونفتح الكارتونة. علشان اعرف اطلع الشنطة. هنا دي الفاتورة. والشنطة جاية بشنطة. لسهولة التنقل من مكان الى مكان بنفتح محطوطة بفوم متزبطة. خلينا نفتح كده كل حاجة نشوف فيها ايه? مبدئيا ده الجهاز. الجهاز اهو. اتحط هنا. ده ده تقريبا حاجة عشان نسند فيه مغناطيز. خلينا برضو نحطها هنا. دي حديدة. ده ريموت. ده اعتقد شاحن بتاع البطارية. ده قعدة. تشغل له حاجات كتير قوي. وده عشان مش عارفت ايه? ودي قعدة تانية. شغل جامد جدا. ودي البطارية. البطارية بتتشاحن طبعا. ودي الشنطة بتاعته. وفيها كمان لو عايز حاجة تشيلها بيها. فهي علي حاجة حلوية. خلينا بقى نشوف بقى بيشتغل ازاي? ادي مكان للليزر اتنين تلاتة. وادي القعدة بتاعته. اول حاجة البطارية. البطارية بتخش من هنا. كده دخلت خلاصة البطارية. وبيشتغل من من هنا عليه هو كده اشتغل. ثبت. والجميل فيه لو انا هو الليزر في الوقت يطلع هبقى صور لكم مكان يبان. الجميل فيه ان انا لو تانيته معنى كده هو بيزبط نفسه بنفسه. كده سكت خلاص. كده معناه انه هو آآ تسعين درجة. فما فيهوش اي مشكلة. وبعد كده ممكن بقى ازبط له كام ده الفيرتكل وده يعني الافقي والرقصي. خلينا بقى نركب بقية الحاجة الاول بعد كده نشغل الليزر. اول واحدة القعدة بتاعته ده هيت القعدة بتاعته ده بيتحط هنا. وبقدر استخدمه لو انا اطلع ولا نزل فانا بطلع من هنا لو عايز درجات زغارة جدا وانا بزبطه داخل البيت عندي عشان اشوف الزوايا. فده بيطلع وبيطلع لغاية زي ما احنا شايفين كده كتير جدا. يعني ده لغاية كده فوق ممكن ازبطه لو عايز احطه على حاجة وهسيبه. فدي اول قعدة للآآ جهاز الليزر. تاني قعدة هو عجباني جدا هو القعدة ده هيت. بندخل هنا وبنربطها. الحلاوة بتاعته بقى ان انا ايه بقدر الفه داخل المكان. وبالاضافة بلف من هنا لو عايز درجات بسيطة جدا مجرد الف لفة صغيرة بيشتغل. اخر واحدة ده المغناطيس آآ انا ممكن نعلق دي على الحيطة بالطريقة دي والمغناطيس بتاعها جماعة جامد جدا لو انا عايز اعلقها فبعلقها بالطريقة دي وبسيبها. فانا مسلا خلينا نشوف ممكن نعلقها فين. ومسلا هنا انا مش هسيبها طبعا في الورشة كده في المكان متسابة بس انا هي الفكرة كلها ان انا هتبقى عاملة كده وهدخلها من هنا بالطريقة دهية او انا اسف بالطريقة دي هي على المصامير وبعد كده باجي بدي وبقى روح مسبتها في الحيط. خلينا نشوف ممكن نسبتها في مكان كده في السريع. مبدئيا طبعا انا هحط مصمرين بس عشان هشيلها بعد كده. فهي الفكرة كلها بالطريقة دي. وبعد كده لو انا عايز اثبتها فبتثبت بالطريقة دهية في اي بيت. لو انا عايز اغير مكانها دي هتتغير بالطريقة دي علشان تديلك بالضبط الدرجة اللي انت محتاجها. لو انا مش محتاج الكلام ده كله فبروح اي حاجة حديدة عندي عايز اثبتها بقى بروح مسبتها بالطريقة دي. خلاص هي كده تثبتت في حديد. وبقدر ازبطها زي ما انا عايز على وهبتدي اشتغل على الزوايا اللي انا عايزها. وكل ما اكون عايز اتأكد من الزاويا بتك عليها. خلينا نشوف بقى ايه الموضوع ده ممكن يشتغل ازاي بسرعة. ونشوف هل فعلا بتجيب الزوايا فوق 16 ولا لا. انا جيت في بيت اهو تحت الانشاء. اه هم بيجيبوه. ممكن طبعا انا هنا مش عاركيبها الحيطة عشان ده مش بيتي. انما لو حطيتها على اي حيطة من الحيطان دهية تبتدي تزبط الزوايا اللي انت عايزها. اه لو عندك سل مطالع. ومن بعيد بتقدر تثبته في مكان. هو بيروح لغاية حوالي 15 متر في كل حتة. ولو انا خلينا واحنا واقفين كده نبص هناك بالآ بص هنا. اه دي الخط من الخطوط باينة. عشان لما تيجي تحط. انا مش عارف باينة ولا لا. هيبقى من هنا. ادي خط اهو. ده واحد من الخطوط. عشان يجيب لك السكل وتحته وانت بتركبه ويبقى كله نفس الزاوية. فبتيجي من هنا كده وبتبتدي تلف بالراحة جدا عشان تشوف. هنا بقى اتنينة هم لو انت عايز تركب السكلو بتبقى باينة. اوكي. طيب. انا حاول الفه ان انا اجيب زاوية الحيطة بالزبط. ادي زاوية الحيطة. عشان لو عايزين نشوف الناس دي عاملين الحيطة كويس ولا لا. بص السكلو هناك. خلينا بقى نباين هناك لو سمحت. ادي الزاوية وبعد كده بتطلع في الحيطة فرقنا لغاية فوق خالص. فحنلاقي الرجل اللي اشتغل هنا. اشتغل بطريقة كويسة امش هارف يا ربكم باين في الكاميرا لغاية فوق. وبيقلب لغاية الناحية التانية. اخر حاجة عايز اقولها انت لما بيجيب الجهاز شايفينه بيزمر ازاي? كده معناه انه هو مش مستوي هو بيزبط نفسه بنفسه بس لازم تحطه في حتة مستوية ويبتدي هو هو كل ده خلاص كده سكت طالما بيزمرش يعني هو كده تسعين درجة من الارض وتقدر تزبطه من الحتة اللي تحت دي. زي ما شفنا كده ممكن تشتغل ازاي? اه طبعا الجهاز ده المينة جماعة الجهاز ده مهندسين واحد عايز يشرف على اعمالة معينة واحد بيعمل حاجة في بيته عايز يجيب زوايا بتاعة صور عايز يجيب زوايا سلم. اه هحط لكو شوية صور على الاستخدامات واحد لاقي الناس بتستخدمها في حاجات مختلفة كتير جدا بينفع قوي ان هو بيجيب لك الزاوية زي ما قلنا ممكن كزا زاوية عشان تزبط عليها. اشكركم هتلاقي كل حاجة في الرابط فاتمنى ان انتو ايه يكون حاجة زي الاختراع العجيب ده عجبكم. والى اللقاء في الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.